القرآن حدثنا عن الصحابة كثيرا وفضحهم وكشف عيوبهم سورة النور هل هناك من قباحة أقبح مما جاء في حديث الإفك بحسب الرواية السنية فإن صحابة اتهموا عائشة بالزنا مع صفوان بن المعطل بحسب الرواية السنية في الرواية الشيعية فإن عائشة هي التي اتهمت السيدة مارية أم إبراهيم اتهمتها بالزنا مع جريج الذي كان خادما لها وجاء معها من مصر بحسب الرواية السنية فإن صحابة هم الذين اتهموا عائشة بأنها قد زنت بأنها زانية والذي زنى بها هو صفوان بن المعطل وهو من صحابة عيطان هذا هو حال الصحابة كيف يثق بهم الآيات واضحة جدا في أن هؤلاء لا يثق بهم أنا لا أتحدث عن الثقة في المعاملات السوقية ولا أتحدث عن الثقة في العلاقات الاجتماعية ولا أتحدث عن الثقة في اعتماد رسول الله عليهم في بعض الأمور أنا أتحدث عن الثقة الكبرى أن نثق بهم في أن يكونوا مصدراً للدين ومصدراً لحقائق القرآن وأن يكونوا حافظين للقرآن حافظين لأسرار القرآن وأن يكونوا أمناء على الدين وأهل الدين من كانت هذه أحوالهم لا يمكن أن نضع فيهم هذه الثقة وهذا هو السبب في أن القرآن فضحهم وكشف معايبهم وكشف قلة عقولهم وكشف سوء أدبهم وكشف أنهم لا يمتلكون أدنى مستويات اللياقة للتعامل مع رسول الله وعائلة رسول الله القرآن هو الذي يتحدث عن هذه الحقائق هذه المجموعة الأولى الصحابة مثل ما مدحت ذمت وهذه صور من ذنب القرآن لهؤلاء الصحابة نذهب إلى فاصل المجموعة الثانية نساء النبي في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا والفاحشة الزنا فهذا الإمكان واضح في الآية يمكن أن نساء النبي يصدر منهن هذا الأمر لو كان هذا الأمر لا يمكن أن يصدر منهن لكان ذكره من اللغ لكان ذكره خلاف الحكمة لما تحدث القرآن عنه يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ويؤيد هذا الكلام ما جاء في الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الأحزاب الخطاب الخطاب مع الصحابة كيف يتعاملون مع نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فمثلما هناك إشكال قد يقع بالنسبة للصحابة فهناك إشكال قد يقع بالنسبة لنساء النبي الكلام هو هو فمثلما الصحابة يصدر عنهم ما يصدر من الفواحش فإن نساء النبي يصدر عنهن ما يصدر من الفواحش ولذا فإن الآية ساوت بين الاثنين بينما لن تجد آية في القرآن تساوي بين الصحابة والقربة أو بين نساء النبي والقربة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن أما سورة التحريم فهي واضحة وواضحة جدا سورة التحريم واضحة وواضحة جدا والخطاب وبحسب البخاري والرواية فيه عن عمر الرواية في البخاري عن عمر بن الخطاب في أن سورة التحريم في عائشة وحفصة الخطاب في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم موجه إلى عائشة وحفصة إن تتوبى إلى الله إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما لقد مالت قلوبكما عن الهدى إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه على رسول الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هناك أمر كبير في هذه السورة المقام ليس مقاما لشرحها وتفسيرها القضية لا كما يقولون من أنها أمر نسائي فيما بين النساء فهل هذا الأمر النسائي الصغير الذي لا قيمة له هكذا يتحدث القرآن عنه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في مواجهة بعض نسوة النبي لأمر النسائي حدث في داخل بيت النبي هذه قضية كبيرة هذه ترتبط بقتل رسول الله وترتبط بالصحيفة المشؤومة وما تم تنفيذه في سقيفة بني ساعدة حكاية مفصلة هذه نحن والآيات بغض النظر عن أحاديث السنة وأحاديث الشيعة إن تتوبى إلى الله الخطاب لعائشة وحفصة السنة يقولون هذا والشيعة أيضا يقولون هذا إن تتوبى الخطاب لعائشة وحفصة إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن الحق وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هؤلاء كلهم في مواجهة عائشة وحفصة ما قيمة عائشة وحفصة وما هي قوتهما حتى يكون الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة في مواجهة عائشة وحفصة القضية أكبر عائشة وحفصة عنوان لأمر كبير جدا لداهية دهماء ستقود إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وآله ونقض بيعة الغدير التي هي أساس الدين إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار هذا يعني أن نساء النبي التي خوطبنا في هذه السورة لا تتوفر هذه المواصفات فيهن عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار الكلام واضح وفي السورة نفسها في سورة نفسها في الآية العاشرة بعد البسملة من سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا ما هو هذا المثل جاء المثل ب زوجتين من زوجات الأنبياء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين السورة ضربت مثلا للذين كفروا فزوجة نوح كافرة وزوجة لوط كافرة وفي رواياتنا فخانتاهما احاديث العترة المراد من الخيانة الزنا الفاحشة بغض النظر عن احاديث الشيعة وبغض النظر عن احاديث السنة فان سورة التحريم واضحة واضحة في بيان القبائح والمطاعن لبعض نساء النبي واضحة هي الآيات التي قدحت في الصحابة واضحة هي الآيات التي قدحت في نساء النبي في سورة الجمعة في سورة الجمعة لقطة مشينة للصحابة ولا نستطيع ان نبعد نساء النبي عن هذه الاوضاع وان وان كانت الآية صريحة في الصحابة لكن المسلمات كنا يحضرنا الصلاة كنا يحضرنا صلاة الجماعة ويحضرنا كذلك صلاة الجمعة في سورة الجمعة وفي آخر آية منها إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وإذا رأوا تجارة أو لهوا الصحابة يصلون خلف رسول الله والنبي قائم يخطب فيهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة يتركون رسول الله في المسجد وهم يخرجون لتلقي القوافل التجارية للتفرج على رقص الراقصين من العبيد والسودان يتركون النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء كيف يثقوا به كيف يثقوا به في رواياتنا الشعية لم يبقى مع رسول الله في بعض الجمع إلا أمير المؤمنين إلا علي وفي بعض الجمع كانت هناك فاطمة كانت حاضرة في بعض الجمع فبقيت مع علي مع بعض من الهاشميين مع سلمان وأبي ذار والمقداد صحيح صحيح في كتب السنة يذكرون أن أبا بكر وعمر في العدد القليل الذين بقوا في المسجد لكن في الروايات الشعية لا ذكرى لأبي بكر وعمر وبغض النظر عن الروايات السنية وعن الروايات الشعية فإن الآية واضحة ترسم لنا صورة قبيحة عن الصحابة يتركون رسول الله قائما ألا تلاحظون أن القوم ليس على أدنى مستوى من مستويات الأدب بغض النظر عن مستوى الالتزام الديني فإن الاستماع إلى الخطبة هو جزء من صلاة الجمعة هؤلاء تركوا الصلاة خلف رسول الله وذهبوا يتفرجون على الراقصين والراقصات هؤلاء كيف يثقوا بهم الموقف نفسه هو الذي صدر عنهم في رزية الخميس وبطل المشهد في رزية الخميس عمر بن الخطاب هؤلاء هم الذين كانوا يتركون رسول الله قائما يخطب ويذهبون يتفرجون على رقص العبيد والسودان هم هم الذين رفضوا أن يكتب رسول الله لهم كتابا للأمة كتابا الذين 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 ما كانوا يحترمون خطاب رسول الله لا يحترمون كتاب رسول الله هم هم ورزية الخميس بطل المشهد فيها عمر بن الخطة هذا واقع الصحابة وواقع نساء النبي فهناك مديح وهناك ذم للمجموعتين هناك من نساء النبي من مدحنا وهناك من نساء النبي من ذممنا وصحابة كذلك هناك من مدح منهم وهناك من ذم منهم لكنكم شاهدتم كيف أن القرآن يحدثنا عن قبائح الصحابة وعن سوء أدبهم وعن جهلهم وعن جبنهم وعن 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 وكل هذه المضامين لم يذكرها القرآن بخصوص القربة القربة كانوا منزهين عن كل هذه القبائح عن كل قبائح الصحابة وعن كل قبائح نساء النبي حديث الأفك بحسب الرواية السنية القباحة قباحة الصحابة يتهمون زوجة النبي بأنها زانية وبحسب الرواية الشيعية فإن القباحة قباحة نساء النبي فإن عائشة وبصحبتها حفصة اتهمت السيدة مارية أم إبراهيم بالزنا ومن أن إبراهيم ما كان من صلب رسول الله وإنما كان من جريج الذي كان خادما لسيدة مارية هذا هو القرآن بين أيدينا إنني ما قرأت إلا من القرآن شكرا للمشاهدة